في إطار اهتمام مملكة البحرين بتوفير المقعد الدراسي للجميع وتطوير الخدمات التعليمية في مختلف المناطق سلم رسميا مبنى مدرسة الازدهار الابتدائية للبنات بمدينة حمد لوزارة التربية والتعليم هذه المدرسة الحديثة والمتطورة توفر بيئة تعليمية أمنة للطالبات سيرا على الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالاستثمار في المواطن بناء ونهضة شهدتها مدارس مملكة البحرين بهدف توفير الخدمات التعليمية المناسبة من خلال بنية تحتية متطورة للمدارس تلبي الاحتياجات التعليمية الحديثة لتخرج أجيالا متسلحة بالعمل والمعرفة اللائقة مدرسة الازدهار الابتدائية للبنات والوقعة في مدينة حمد انشأت بالتعاون مع شركاء استراتيجيين كوزارة المالية والاقتصاد الوطني والصندوق الكويتي للتنمية وفقا للمواصفات العالمية وبطاقة استيعابية تفوق الألف طالبة تميز هذه المدرسة طبعا بأنها تخدم المرحلة الابتدائية فيها 33 فصل دراسي ويصل الطاقة الاستيعابية إلى ألف وخمسة وخمسين طالبة فيها جميع المرافق طبعا حرصت وزارة التعليم في تصاميمها الجديدة أن تكون المدارس طبعا تتقدم كثير من الخدمات والمرافق المطلوبة والتي تساهم في طبعا دعم المنهج الدراسية التطور والحداثة كانت من أبرز صفات هذه المدرسة التي تحتوي على مواصفات صديقة للبيئة فضلا عن جميع المرافق الأساسية المزودة بأحدث التجهيزات والتقنيات كالمختبرات العلمية المتطورة والصلاة متعددة الأغراض إلى جانب المرافق المتكاملة الخاصة بأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية مع مراعاة جميع متطلبات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة أن أسهمات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تمويل المشاريع أسهمت في تحقيق تقدما كبيرا في مشاريع البنية التحتية في مملكة البحرين في قطاعات الإسكان والتعليم والطرق كما نشيد بدور المكتب الفني الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية في مملكة البحرين مقدرين الدعم الذي يقدمه المكتب وجهوده الكبيرة في إنشاء هذه المدرسة وأن التعاون بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التربية والتعليم مع المكتب يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين القيادتين والشعبين في مملكة البحرين ودولة الكويت الشغيقة والذي من خلاله يتم تحقيق العديد من الانجازات على مختلف الأصعدة إنجازات كمية ونوعية حققتها مملكة البحرين في قطاع التعليم بفضل الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع والإيمان الحقيقي بأهمية جودة التعليم وتقديمه للجميع لتستمر الخطط التنموية في التحقق بسواعد أبناء الوطن وعقولهم المميزة الخدمات التعليمية في مملكة البحرين تتوسع لتوفير تعليم مناسب للجميع وتأتي هذه المدرسة شاهدا على المشاريع التطويرية التي تساهم في توفير بيئة مدرسية مميزة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين